اهلا بكم اعزاء الطالبة والطالبات سنة اولى عادية. ونهاردة هنكمل درسنا الجزء التاني من عصر بناء الاهرامات. هنكمل النهاردة ملوك الاسرة الدولة القديمة. وعندنا ملك تاني من الاسرة الرابعة هو الملك خفرة. الملك خفرة. وده بيعتبر من الاسرة الرابعة. وهو ابن الملك خوفه. ابن الملك مين? ابن الملك خوفه. يبقى جده الملك سنفر. يبقى جده الملك سنفر. طب ايه اهم عمال الملك خفرة? اهم عمال الملك خفرة ان هو اول حاجة شيد الهرم الاوسط. شيد الهرم الاوسط. طبعا? وشيده ازاي? شيده على نفس طريقة هرم ابيه. خوفه. وكان ارتفاعه حوالي مية تلاتة واربعين متر. مش بس بنى الهرم الاوسط. كمان امر بنحت تمثال ابو الهول. اللي بيبلغ طوله اكتر من سبعة وخمسين متر. وارتفاعه حوالي عشرين متر. وطبعا لان تمثال ابو الهول. لو بيبقى راسه زي راس الانسان. وجسمه زي جسم الحيوان. لا ده بنى ليه التماثيل مشهورة من مادة اسمها مادة الديوريت. الديوريت. وحصل عليها من محاجر النوبة. نعمل الخامس ملك. وهو ملك ما نكوره. الملك مين؟ ما نكورى. وهو ده ابن الملك. مين? ابن الملك خفرة. ابن الملك خف. طيب مايه mue ذات؟ نعاهد اكثر حوالي من ابيه وجده. ابيه اللي هو خفرة. وجده اللي هو خوفه. طيب ما اكسر حركة في ايه؟ ان شعبه مارس الشعائر الدينية بحرية لم يعدها اizza ايه بقى من قبل. لم يعدها من قبل. الشعائر الديني. طيب هنا في سؤال المهم بما تفسر كان عهد الملك منكورة اكثر حرية من ابيه وجده الاجابة لان الشعب في عهده مارس شعائره الدينية بكل ايه حرية لم يعدها في العهود السابقة. طب اهم عمال الملك منكورة ايه ان هو شيد الهرم الاصغر شيد الهرم الاصغر وهو بجوار الهرم خوفه وهرم خفض. بيبلغ ارتفاعه ايه الهرم الاصغر? بيبلغ ارتفاعه ستة وستين متر. ويعتبر الملك منكورة واخر ملوك الاسرة الربعة. طيب ايه سبب سكوت الاسرة الربعة? ان جيه في اواخر حكم الاسرة الربعة وبدأ ازدياد نفوذ الكهنة. بدأ ازدياد نفوذ ايه? الكهنة. وخصوصا كهنة الاليها راعة. كهنة الاريها راعة. طيب فين بقى? فين? في هليوبلس. وبدأوا يتدخلوا في شؤون الحكم. لغاية لما استطاعوا اسقاعة الاسرة الربعة وتولى كبيرهم من اوصر كاف. اوصر كاف. الحكم. نجي بقى نتكلم عن الملك اوصر كاف. وبيعتبر الملك اوصر كاف هو مؤسس الاسرة الخمسة. احنا كده لان عرفنا سبب سكوت الاسرة الرابعة. اعتبر اوصر كاف ومؤسس الاسرة الخمسة. وده زم ما احنا قلنا ان هو كان كبير كهنة الاليها راعة. كهنة الاليها راعة. بمدينة ايه? بمدينة هليوبلس. اللي هي عن شمس حليم. تولى حكم مصر واطلق على نفسه لقب ابن الاله راعة. طب ايه هي اهم عماله? اهم عماله اهتم هو وخلفاءه بتشييد المسلات الضخمة. المسلات ما الضخمة. تاني حاجة معابد الشمس. ودي موجودة بالجيزة. وهي عبارة عن معابد مكشوفة. زلت البلاد في عصر بناء الاهرامات قوة متماسكة ومتحدة. لفترة طويلة جدا. لكن جيه وقت عليها وبدأت دولة القديمة او عصر بناء الاهرامات ان تضعف ويحصل لها انهيار. طب ايه بقى السبب او انهيار او سكوت الدولة القديمة? بما تفسر. اول حاجة عندنا ضعف هيبة الملوك. اتنين سيطرة نفوز حكام الاقاليم. تلاتة تفكك وحدة البلاد. يبقى تاني ايه السبب او بما تفسر ضعف وانهيار الدولة القديمة. واحد ضعف هيبة الملوك. اتنين ازدياد نفوز حكام الاقاليم. تلاتة تفكك وحدة البلاد. اربعة انهيار سلطة الحكومة المركزية. طيب امتى بدأت تنهار الحكومة المركزية او سلطة الحكومة المركزية? بدأت في احد اواخر الملك بيبي التاني. ملك مين? ملك بيبي التاني. وده احد ملوك الاسرة الست. وده احد ملوك الاسرة. ومن هنا بدأت سكوت الدولة القديمة وسكوت الاسرة الست. نيجي بقى لتاني حاجة وهو عصر الادمحلال الاول. يعني ايه الادمحلال او ايه? يعني ايه عصر الادمحلال? عصر الادمحلال وهو دي حالة من الضعف. دي بتسود الدولة. في فترات تاريخية نتيجة لضعف الملوك. يبقى عصر الادمحلال ايه هو? هو حالة الضعف التي تسود بعد الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك. وده ممكن يجينا ما المقصود بعصر الادمحلال اللي جابة. حالة الضعف التي تسود بعد الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك. ده بيشمل الاسرات ايه لعصر الادمحلال? بيشمل اسرات من السبعة الى عشر. يشمل ايه الاسرات ايه? من سبعة الى عشر. وده بيعتبر بعد سكوت الدولة القديم. حيث تعرضت ايه بقى? الانهيار والضعف. لتيجة ايه بقى? تعرضها لهجمات خارجية. زي ايه? زي هجمات الاسيويين. ويه? اللي نتج عنها احتلال بعض اجزاء من مصر. تاني حاجة استمرلت ضعف البلاد طول الاسرتين السبعة والتمنى. حتى ظهرت اسرة قوية. طب. ظهرت منين الاسرة القوية دي? ظهرت في منطقة تسمى اهناسيا. اهناسيا. طب الاهناسيا دي فين? في محافظة باني سويف. في محافظة باني سويف. عندنا انه السؤال بيجي دلل. يعني اثبت بالدليل ان كان لزهور اسرة اهناسيا في عصر محلال الاول دورا كبيرا في الحفاظ على البلاد. دلل او اثبت صحة العبارة ان هي صحيحة. طب اللي اجابة هتقول ايه? ان هما اتطردوا الغزاء. هما مين? الاسيويين من البلاد وعادة الاستقرار للبلد. تاني حاجة تأسيس الاسرتين التسعة والعشر. ولتميز عهدها بالازدهار والرخاء. يبقى تاني. يبقى الاجابة ترضى الغزاءة الاسيويين من البلاد وعادة الاستقرار للبلاد. طيب ايه تاني? تأسيس الاسرتين التسعة والعشر. ولتميز عهدهما بالازدهار والرخاء. لكن لم تستمر طويلا اهناسيا. حيث ايه بقى? نجح حكام تيبة في اسقاعة الاسرة العشرة وعادة الوحدة الوطنية للبلاد. وبكده بانتهاء اسرة اهناسيا ننتقل العصر جديد وحكام من تيبة وهو عصر الدولة الوسطى. عصر الدولة الوسطى وده درسينا ان شاء الله القادم وارب يكون استمتعته النهاردة بالجزء التاني من عصر بناء الاهرامات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة وعمل اعجاب للفيديو وتفعيل زر الجرس.